خود السلام عليكم اليوم غادي نهضروف موضوع الساعة الخوانات ديال المغريب خوانات الداخل وخوانات الخارج وغادي نرقزوه لخوانات الخارج قبل ما يمشو التفاصيل ديال هاد موضوع هندي لكم سؤال وكنتمنى الجواب ديالكم في التعاليق واشكد دخلكم العقل ديالكم ان واحد مغربي يدعي النضال من اجل الاصلاح ولكن كيمدح للنظام الجزائري يوميا في جميع الفيديوهات دياله وفي جميع الفيديوهات دياله صورة المالك مشوهة عنوين دائما اين المالك يكون الامر يتعلق بالمالك ولا لا دائما المالك مدخل الجواب عند واحد سيد من هنا من برسلونة فضحهم كاملين ليتقاضون وجورا من النظام الجزائري من اجل تشويه المغرب هاتش اللي قدي نقشو في هاد الفيديو لان الصورة ديال المالك مشوهة الموضوع للمالك راح فيه بريما راح فيه المبلغ زايد بالزاف كنظن واقيلة فهمتوني ان المغاربة ادكية وعايقين بهذا الناس ولكن عندنا الداليل الداليل هو واحد خرج كيف ضحهم بالاسماء نظام الجزائري وراء ذلك يعني هاد الناس دائما يدخل لك الشيك انت تقول تدعي النضال وهذا وهذا وذا وذا ناقش يعني شي حويش في المغرب وانت دائما هالجزائر الجزائر الجزائر والصورة ديال المغرب والصورة ديال المالك مشوهة كنت تشعجة ايجابية وفي هاد الفيديو غادي نكشفو كل شي خوانات المغرب يعني في الداخل وفي الخارج غادي رجحت الخوانات ديال الداخل وانت طرق غير مباشرة في ذاك الفيديوهات ديالهم اللي كشوه المغرب ديالكم كترة البرتاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء وانمشيو نشوفو هاد الروينة وهاد السيد اللي يفضح هاد الخوانات الذين يتقاضون اجورا من اجل تشويه المملكة المغربية الشريفة واللي كينادي ونحن بالعياشة العياشة يعني فرق كبير بانك تكون كتدافع على بلادك وكتنتاقط بلادك في نفس الوقت وبين انك تكون خائن تتقاضى يعني اجور من اجل تشويه البلد ديالك الهدف هو المال هذا هو الطب ديال الخيانة مشولت سفاصل وانا نقول على شو واحد فيهم دائما في المواضيع دياله في المياتورة دياله دائما مدخل المالك ولو ان المالك بكي يكون عنده حتى علاقة بالموضوع ولكن دائما ذاك الصورة ديال المالك مشوها ودائما في العنوان اين المالك كما بغي يكون الموضوع ولو انه ما عنده حتى علاقة بالمالك خصو يقول اين المالك اعرفتوا لاش عاد عرفنا مليات شي هذا في البريمات يعني هدرتي على المالك في حال ذاك شي ديال تيك توك يعطي وكسبع يعني كي كي خلصو بشي مبالغ ما العرفه المهم كما عارفين اخوتي وهذا موضوع الساعة كين الخواناء ديال الداخل وكين الخواناء ديال الخارج الخواناء ديال الداخل راه كينا وحدين بعد اليوم اليوم تمت المحاكمة دياله وبهذا الخواناء ديال الداخل هدو هم اللي كيشوفوهو بالمغرب يعني بهذا الشي ديالهم كينا هاد نادا حسي والمجموعة ديال المجموعة ديال اللي تحكم عليهم اليوم بسبعة شهور عام احكام متفرقة كينا متابعة يعني بحق واحد المجموعة كينا ذاك نعيمة اولادها اللي ضربوا فاتيحة كينا ذاك المال كيلي ضرب اخر وصور كينا واحد المجموعة عندهم مشاكل خاصة يعني ما كيكون كيتعلق الام بالقنوات اللي كيكون كيكونوا ديال العائلات هادو كيتسموهو الخواناء ديال المغرب من بعد غدي يشوفوو التفاصيل ديال الحكم على هاد حسي ونزار مع شو اسميتو واحد اخر ولكن الاهم وهو الخواناء ديال الخارج الخواناء ديال الخارج اللي كيضحكوا على المغربة كيحاولوا على انهم يضحكوا على المغربة بانهم مناضلين يناضلون من اجل الاصلاح ولكن المغربة حسب التعليق وهذا عقوبهم مش حال هاد غرب عقوبهم ولكن اليوم تكشفوه يبدو كيف تحو بعطياتهم خرج واحد من هنا مبرسلونا كيقول باللي المخابرات الجزائرية داخلة في هاد القضية نظام الجزائري يعني كيخلص هاد الناس كيأدي لهاد الناس مبالغ جد مهمة حسب يعني كيفاش غادي تضرب في المغرب على هاد شي قولتكم باللي يعني اذا ضربتي في الماليك يعني كيسدي اغلاء تمن كاين يعني كما قولتكم اللي المنشورات ديالورانتوما بلا من بكر اسماء بلا من قلتشي حزرانتوما تبارك الله عليكم يعني الواعي المغربة را عارفين شكو نائما الصورة ديال الماليك مشوهة والاسم ديال الماليك اين هو الماليك ولو يتعلق الامر بشي دابيزة ولو ان زع ما بحل الماليك خصو يخلي المسؤوليات دياله كاملة ويقابل يعني اي واحد عنده مشكلة خصو يمشي عارفين شهد الناس باللي احنا راه دولة مؤسسات وقينوا وزراء كل وزراء ومكلفة يعني بالقضايا ديالها مهم هذا موضوع اخر هذا عارفنا انا كنت عارف انا دايما كنت قوله ولكن والناس كانوا والناس عارفين انا ما كان بغيبش يعني نرقزوا على هاك الحوائل كنساو ما قلتكم يعني خرجوا واحد دبا كيف ضحهم انا غادي نتبعوا هذي غير المعطيات الاولى را فضحوا معطياتهم كينا المبالغ المهمة اللي كتراوح ما بين عشرة الالف تلاتين الف خمسين الف كينا ذاك تلتالاف في الشهر يعني ذاك الناس اللي يخرجوا يعني لما عندهم خدمة ما هذا بوسقي خلصوهم واحد تلتالاف ديال الاورو في الشهر يعني باش يبقوا يضربوا في البلاد يجيبوا حسب الاقوال ديالهم يجيبوا ملفات صحيحة ديال الفاساد على المغرب على الدول المغربية على المؤسسات على المالك ديال المغرب مهم يضربوا في المغرب والسلام سؤال المطروح وما ربما احتمسوا ما قد طرحوا هذ السؤال هذ المغاربة الذين يدعون النضال يدافعون على الجزائر في الفيديوهات ديالهم كلها الاغلبية ديالهم تيخرجوا بتيشورتات ديال الجزائر والراية ديال الجزائر وهم مغاربة يعني تيضربوا في المغرب ليل نهار ويمجدون للجزائر ما علاقة هذ المغاربة هذ السؤال هذي الأسئلة اللي قد طرحوا ما علاقة هذ المغاربة يعني بالجزائر باش يصفقوا للجزائر كين بزاف ديال الدول في العالم عربية مسلمة علش بالضبط الجزائر باش عرفوا باللي الموضوع عنده علاقة بهذ البريمات صحا الموضوع هذا غادي رجعوا لي اخوتي الخبر هو هذا وان هذ الخوانة يعني انكشف امرهم بدو كيف تحو بعطيتهم ممكن فيديوهات لا داعي انني نجيبها راكم شوها كينة في تويتر كينة في الانستغرام كينة في تيك توك را بالعرارة من هذ الفيديوهات فعلي دابا هم مرتابكين هذ النس هذو هم اللي كيبقوا ينادوننا احنا المغاربة اللي عنا قنوات اللي عنا يعني حسابات في تيك توك وهذا ينادوننا بأننا عياشة عياشة هاد عياشة شنو يا ضو اعلم واش هاد عياشة يعني تبقى العاشة المالك عاشة المالك عاشة المالك فين هو المشكل حتى اسبانيا كيقولوا ببراي عادي فين هو المشكل عاشة المالك يعني على حساب هاد المشكل وهو احنا بعضا يعني كان دافعوا ولا بلادنا كان نتاقدوا حتى حنا بلادنا كان نتاقدوا المسؤولين ديال بلادنا دائما كان نتاقدوا ولكن الفرق بيننا وبين هاد الناس ديما ما كتكون يعني الامور ايجابية كان نضرع لها عكس هاد الناس يعني بحل ما كي انتشي حاجة ايجابية في المغرب دائما يعني كيقلبوا على الحوارج السلبية وهاد شي راه هاش هاد الناس كي غامروا براسهم وينودوا يبقوا يزبلوا ويمجدوا ويشكروا وهذا على والو راه يتقاضون اجورا من اجل ذلك وهاد شي ديما كتكون نتاقدر عليه هاد الناس يتقاضون اجور وهاد شي ما كتكون انا هم راه نادوا كيف تحوا بعطيتهم القضية فيها خمسين مليون راه تبقى حية تخدم كاملة وما تجمعاش هما كيشبروها يعني في ضربة واحدة هاك المقابل وهو ضربة المغرب ودهك الساعة كنقولوا بحل كيعطيهم واحد ثمن ومن بعد كيبقوا يعطيهم في حل خلصة على حسب الفيديوهات ويضا لاحظوا لاحظوا القنوات اللي دائما المالك في صورة مشوهة صورة خايبة والعناوين اين المالك علاش علاش تقولوا للنضال راه كل شي تفضح وكل شي صافي صافي يعني انتم مشوا السيد خرج كيقولها بمواقع التواصل الاجتماعي ولو ان القانون يعني يعاقب يعني على هاد امور هذي ما عشتنا هذي الناس هذو واش غافلين عليها ولا الله وتفاهمنا اذا الموضوع كما قلتكم كين الخوانة ديال الداخل هما هذي الناس هذو اللي هذو الحل ديالهم ساهل وهو اننا ما نشوفوهمش كتقدم محتوى جيد يفيد المجتمع المغربي مرحبو ألف مرحبا كتقدم محتوى يعني كتشوه المغرب بطريقة مباشرة او غير مباشرة ما نشوفكش ما نسين يالك ما ما نشوفك صافي انت غادي تشوف باللي داك المحتوى مقاش كيجيب مشاهدات غادي تخلى عليه هذو الموضوع غادي رجعوا لي كيما قلتكم الناس دبزع وانتو ما شوش في الحبش في المستشفى شبيل الحياة والموت من أجل المشاهدات هلي وهذو هنا هذو اللي هنا اللي في أوروبا صفة عامة انتو ما كتشوف اتفضحوا اتفضحوا الفلوس الفلوس صحيحة ابقى تحمق راسيكنتينة وقلب على المواضيع وقلب على المينياتورة وقلب على العناوين فلوس صحيحة المقابل اضرب في المالك اضرب في المالك اي حاجة يعني عندها بالعلاقة بالمغرب شوها وانت عندك فلوس صحيحة وما تسمع انت شي واحد واشتفهمنا ولكن كان عاون نطرح لكم نفس السؤال شخص مغربي او جزائري او من اي دولة كان يعني يجلس يمجد في دولة ليلا ونهارا ظهرا امور واضحة امور واضحة وضوح الشمس مربما احنا المغربة مع بعطيتنا اللي كانوا نطرع على المغرب مربما نختلفوا بزاف ديال الحواج ولكن شخص يعني يحمل الجنسية المغربية الابوين دياله مغاربة مالي وهو يعني يضرب في المغرب ويمجد للجزائر سؤال انا طرحته ولكن انا عندي الجواب الجواب رأى هو هو نيت واحد اللي خرج كي يهدر فيه ومربما يعني تكون عاود تصريحات اخرى تزيد واسماء اخرى تزيد تفضحات الناس فعلي دكشي ماشي بالبريمات يعني الطول ما غمر تكتر والطول ما صعد تكتر والطول ما قصح تكتر فكتقادة كتر تفهمنا عليها هما درجات كين اللي كي يسب الماء الماء ولكن كنظن وقيلها دكشي راتو اسبيتي يعني هذا عندك الفلوس كتر يعني أبقينا كنشوف كنشوفه في التعليق يعني دكشي اللي كيتقال في الفيديوهات كيتقال عند نحنا في التعليق كي يجيبون من ذاك الفيديوهات اللي كيدربوا بلادنا وكيدربوا في المالك ديال بلادنا كي يجيبون نفس التعليق حالي كي يعملوا لكو بي كولي وكي يجيبون وكي ينزلوا عنه واشتفهمنا؟ إذا هاد الخوانة أدفضحوا السيد اللي كي هدر عليهم كي هدر بواحد الرازانة يعني كي هدر بواحد ثيقة في النفس كي هدر مأكد من راسهم دكشي اللي كي يقول بلي كانوا في شيعشاء وكانوا يعني شي ناس اللي هم مكلفين بهذا الناس اللي غادي يضربوا في المغرب وهدر علي الأتمينة وهدر علي الفيديوهات لا داعي أنني نجيبها ونزلها هنا رح قلتكم مرح الفيديوهات كي نا بجميع مواقع منصات مواقع التواصل الشماعي هاد الفيديوهات ديال هاد الخوانة اللي كانوا وكي كانوا وكي هدروا معي الناس كانوا موديها دكرا يتقاضون أجورا من جهات معادية المغرب للضرب في المغرب وراح تفضحوا ودابا نشوفوا الموضوع ديال القفض على هاد الخيانة والفساد والنص والكذ والتشهير والحكم بالسجن على اليوتيوبر ندا حسي ورجليها يعني جوش ديالرجال أدانة المحكمة الاتذائية في الخميسات مساء يوم الخميس تعان ونبر اليوتيوبر حسي وكل ميزوجها السابق نظار سيتي السبتي ووالد طفلتها يونس الزاكي حسب الدعائية المحكمة أصدرت حكما بالسجن في حق المتهم الرئيسي يونس الزاكي بالسجن لسنة واحدة وندى حسي ندى أيد صالح عشرة أشهر بينما صدر حكم بالسجن نظار السبتي محمد السبتي بالسجن لمدة سبعة أشهر إضافة إدانة لشهدتين وشجنهما أربعة أشهر لكل واحد منهما أدوم الخوانة ديال عبير خوانة يعني بوردستيرالغو يعني سي يا مادم تكتشو وما همك حتى شي حاجة غير فلوس اطرف أي حاجة سواء العائلة ديالك والبلد ديالك ولا هذا فهذاك هذيك تتم خيانة بالنسبة لي لأنا والمتهمون توبعوا بتهمة بتهم المشاركة في الخيانة الزوجية والفساد والتعديد بارتكاب الجناية وإفشاء أمور شائتة أو شائنة وبت وتوزيع دعاءات وقع إكادبة عن طريق الأنظمة المعلوماتية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والتبليغ عن جريمة يعلموا بعدم حدوتها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيانة بجريمة خيالية والقدف العلني والتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة بالأشخاص والتشهير بهم لائحة تهم تشمل حمل الغير على الإدلاء بشهادة وتصريح وتقديم قرارات كاذبة والنصر ومحاولات النصر والمشاركة في ذلك يعني هاد الناس وما قلبوا على هاد الأحكام أنا اللي ما كان فهمش يعني أنت عندك قناة أو موقع أو وكتدخل منها الفليسات فقناع بتاكش اللي كيعطيك الله علش أنتم يعني كتغامروا وكتزمعوا وكتزعموا كنهضر على هاد الزعمة وهاد المغامرة لأن هاد الناس هادو ما عمشان هادشي هادواش كيكون داكشي يعني أورغانيسادو يعني مع بعطياتهم مخدوم مع بعطياتهم من أجل المشاهدات وفي أغلبية الأحوال كيكون هادشي اللي كاين والله أعلم أنا ما كان ضنش مثلا فهد الكاسو ديال هاد ناعمة اللي ولادها ضربوا اختاهات ناعمة وضربوا إما هاد ناعمة ما كان ضنش أن عائلات يعني يوصلوا للشباك والأيا دي والضرب والجرح اللي يخلي الناس يعني يدخلوا فغيبوه با ويصارعون يعني من أجل الحياة آآ هذا فيما يتعلق بهادو اللي آآ كانت منه وكانت منه ودائما السلطات المغربية يعني تتدخل آآ ولما لا يعني شي حاجة اللي كتشوها المغرب اللي كتشوها المغرب راكينا إجراءات الخوط نخلي وهنا تليفون عمار بزف ما علي؟ غادي يرجعوا لهذا الموضوع إن شاء الله إلى ذلك الحين طلونا فراسكم ليلة سعيدة إذا شوها الفيديو الليل إذا شوف الصباح طلونا فراسكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وونا نوت جيز